الحقيقة أبدأ كلامي زي ما كل يوم متعودين خلال هذه الفترة أنه لا صوت يعلو على صوت لقاء الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما حضراتكم طبعا شايفين النهاردة بعتت الترجي ووصلت بالسلامة إلى مطار القاهرة وكان في استقبالها كما أعلن النادي الأهلي منذ يومين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لتواجد على رأس وفد في مطار القاهرة لاستقبال بعتت فريق الترجي التونسي الشقيق كل ده زي ما حضراتكم عارفين في إطار الاستعدادات لمباراة العودة في نهائي دوري الأبطال ووفد النادي الأهلي كان فيه دكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي للنادي كابتن سمير عدلي المدير الإداري العميد علاء صلاح المنسق الأمني وأحمد فوزي ومحمد أسامة إداري الفريق وزي ما حضراتكم شايفين وصلت بعتت الترجي إلى مطار القاهرة برئاسة رياد بن نور مدير الكرة عضو مجلس إدارة النادي في حضور وفد من السفارة التونسية بالقاهرة ضم كل من السفير محمد بن يوسف سفير تونس في مصر والقنصل التونسي في القاهرة طارق مجدوب وبقية أعضاء السفارة وكان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حريص على الترحيب ببعثة الترجي والتأكيد على توفير كل متطلبات البعثة في بلده الثاني مصر وبيته النادي الأهلي مشددا على عمق العلاقة الوطيدة ما بين الناديين أكد أيضا على الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة خاصة أن العلاقة التاريخية ما بين الأهلي والتراجي سوف تظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم وبالمناسبة ده الكلام اللي احنا بنقوله كل يوم بنكرر هذا الكلام ليه عم إسلام كل يوم تكرر هذا الكلام؟ لأنه في أجيال سابقة أو خلال السنوات السابقة اتعودت على شكل لكرة القدم هو شكل غير حقيقي وغير صحيح والمفروض اللي أنا فهمه أن الرياضة أخلاق أن الرياضة حب واحترام أن الرياضة تنافس ولكن جوه الملعب فقط بالنسبة لكرة القدم جوه الملعب فقط الرياضة ليست بذاءات ليست انتقاد واشتيمة طول الوقت أبدا الرياضة بتكون دائما بتعلم الشباب الجديد والشباب الصغير الأخلاق وليه دايما إحنا بنتغنى باسم محمود الخطيب بنتغنى باسم كابتن محمود الخطيب لأنه بعيدا عن أنه هو رئيس النادي الأهلي هو أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية بعيدا عن هذا الأمر هو أخلاق هو بيكلمك دايما عن الأخلاق أو بيعلمك دايما الأخلاق فالجيل الجديد يتعلم من هذا الرجل ومن غيره من غيره من غيره عندنا قيم رياضية كبيرة جدا جدا في كرة القدم وفي الرياضة المصرية عموما ولكن أنا هنا بتكلم عن الواحد حاجات بيشوفها بعينه وليل لما بنلاقي مثل هذه الشخصية فبنحاول نخلي الأجيال تعرف الموضوع قيمة العلاقات القوية مثلا ما بين الأهلي والتراجي مثلا يعني استقبال رائع للنادي الأهلي كان في تونس من أسبوع النهاردة استقبال يليق بالعلاقة الوطيدة والتاريخية ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والتراجي علاقة قوية وممتدة وستظل قوية وممتدة حيجي رئيس نادي تاني حيجي رؤساء نادي للأهلي خلال السنوات القادمة محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل ولكن في النهاية تظل دائما هذه العلاقات التاريخية المحترمة المحترمة ما بين الكبيرين الأهلي والتراجي كل نادي بيسعى لتحقيق اللقب طبعا كل نادي بيسعى لإسعاد جماهيره طبعا ولكن عمر مكانة مباراة لكرة القدم حتؤثر في حالة الاحترام والحب والود الموجودة ما بين الناديين الكبيرين سواء على مستوى مجالس الإدارة أو حتى على مستوى اللاعبين والجماهير مشهد زي ما حضراتكم شايفين أكثر من رائع المشهد ده كان من أسبوع حاجة جميلة جدا النهاردة أيضا مشهد في منتهى الجبال وهنا أنا لازم أكرر التعازي للسيد الأستاذ حمد المؤدب رئيس النادي التراجي التونسي في وفاة المغفور له بإذن الله شقيق سياتو مرة تانية وتالتة وربعة بنكرر مثل هذه الكلمات لأنها كلمات مهمة جدا 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 وزي ما قلت لحضراتكم أنا عايز أكسب آه حموت نفسي في المباراة وحماس وكل حاجة طبعا هعمل كده ولكن على علاقات المحترمة والاستقبال اللي يليق باسم الأهلي وباسم مصر أو باسم مصر الأول وباسم النادي الأهلي أهم من أي حاجة تانية علاقة الحب والمواد ستظل دائما موجودة ما بين الناديين الكبيرين